مساء الخير لا شك في أن التدخل العسكرية الروسية المباشر قلب الموازين العسكرية في سوريا وغير جانبا من المعادلة وظل ثابتا إلى نحو خمس سنوات وهو الجانب المتعلق بكون إيران الكفيلة العلنية الرئيسية للنظام وبعد تدخل الروسي المباشر لم يعد اللاعبون الإقليميون سواء الداعمون للنظام كإيران أو المناهضون له كتركيا هم الفاعلون الرئيسيون في المشهد فقد حول الانخراط الروسي العسكري المباشر حول شكل الصراع من صراع أطرافه وأدواته الأساسية إقليمية إلى صراع مباشر بين إرادات دولية في العلن يبدو أن التحالف بين موسكو وطهران في سوريا ووحدة مواقفهما في الأزمة أو من الأزمة الدائرة غلى أرضها هو الغالب فهما يحكمان هذا البلد باسم نظام بشار الأسد كما أن التنسيق قائم بينهما على قدم وساق في الأمور العسكرية واللوجستية وطبعا في الإطار السياسي العام أما في الخفاء فلم يستبعد قادة البنتاجون وجود أجنحة متضاربة نشأت داخل النظام وأن بعضها صار محسوبا على إيران وبعضها الآخر على روسيا وأن الدولتين الداعمتين للأسد تتقاسمان لا الأجنحة داخل النظام فحسب بل المناطق التي يسيطر عليها الأسد وتحاول روسيا وإيران انتزاع أكبر مساحات نفوذ ممكنة لا من المعارضة فحسب بل من بعضهما بعضا المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية يقولون إن التنافس الروسي الإيراني سيخرج إلى العلن قريبا وما الأحدث في سوريا وأذربيجان وأرمينيا إلا مؤشرات إلى المواجهة التي يمكن توقعها على المدايين المتوسط والبعيد بين موسكو وطهران فما حجم التنافس الخفي والمعلن بين الدولتين على النفوذ في سوريا وكيف ولماذا فقدت إيران عوامل تكيفها مع التدخل الروسي الحربي في الأزمة لماذا تسعى روسيا إلى خلق علاقة مع مجموعات موالية لها على غرار علاقة إيران بمقاتلين لبنانيين وعراقيين وأفغان أين تتقطع نظرة طهران وموسكو في شأن مسار الحل أو الحرب في سوريا هل صحيح أن القوى الفاعلة في سوريا وتحديدا الولايات المتحدة وتركيا تلعب دورا كبيرا في التسريع من وثيرة التباعد الإيراني الروسي وهل سيظل النظام مشتورا بين حالفين أم أن الكلمة الفصل في قصر المهاجرين ستكون في النهاية لفريق دون الآخر هل انكشف التنافس الروسي الإيراني أم أنه من المبكر الحديث عن انكشاف تدريجي وتفكيك لمسارات العلاقة المحقدة والمتداخلة للطرفين في سوريا أهلا بكم إلى تفاصيل برزت إلى الواجهة محطات خلاف عسكريا بين مدينة والمتداخلة روسيا وإيران في سوريا خلاف تحول إلى اقتتال بين الطرفين في مناطق عدة آخرها غرب حما يأتي ذلك في سياق ما وصفته تقارير غربية بتباعد الرؤى والمصالح مع انخفاض وطيرة العمليات العسكرية في سوريا تؤكد تقارير إعلامية تراجع اعتماد روسيا وإيران على بعضهما البعض بشكل تدريجي الأمر الذي ترجم واقعيا بمواجهات عسكرية بين ميليشيات تابعة للطرفين مواجهات شهدتها حما عبر الفيلق الخامس التابع لروسيا ضد ميليشيات إيران ممثلة بالفرقة الرابعة معارك طاحنة دارت رحاها غرب المحافظة حيث تعتبر موسكو المنطقة حيوية لأنها تشكل المدخل الرئيس إلى قاعدة حميميم شمال اللاذقية وللروس غرب حما قواعد ومعسكرات ونقاط عسكرية تتجاوز الأحد عشر موقعا صراع القوة المستمر بين روسيا وإيران ليس الأول من نوعه في حما إذ إنه يأتي بعد صراعات مماثلة في الريف الغربي بالقرب من الساحل السوري وفي حلب وجنوب دمشق أيضا كذلك يستمر الصراع بين الطرفين على السيطرة والنفوذ في درعة وعلى استقطاب المجندين وعناصر فصائل المصالحة وقياديها إلى الميليشيات الموالية لكل طرف دير الزور نهاية 2017 كانت ساحة صراع بين القوات الروسية والميليشيات الإيرانية ومع بداية 2018 انتقل الصدام بين الطرفين لمرحلة أكثر عنفا سقط إثرها قتلى وجرحى وكانت بهدف الاستيلاء على النقاط الاستراتيجية من قبيل المعابر النهرية تدعيات تلك المواجهات لم تتأخر في الظهور حين رفضت روسيا توفير الحماية الجوية للميليشيات الإيرانية سيما خلال هجمات داعش المتكررة على مدينة البوكمال التنافس دفع روسيا للدعوة إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا هذا الموقف أزعج الجانب الإيراني علاوة على ذلك أبرمت روسيا علانية اتفاقيات مع نظام الأسد تولت بمجبها السيطرة على قاعدتي طرطوس وحميميم على النقيض من ذلك لم تكن التدخلات الإيرانية تحمل هذا النوع من التأهيد لدرجة أن إيران تنكر وجود قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية وفي الآوينة الأخيرة تحاول روسيا إعادة تأهيل المؤسسات العسكرية التابعة للنظام بعيدا عن الميليشيات الإيرانية أرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة بيروت بمدير البنتدى الإقليمية للاستشارات والدراسات العميد خالد حمادة وبضيفي من باريس المحلل العسكري عبد الناصر العايد وبضيفي أيضا من واشنطن الدكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن وضيفي هنا في الستوديو الباحث في الشأن الروسي الدكتور باسل الحاج جاسم مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل أبدأ مع سيادة العميد خالد حمادة من بيروت مرحبا بك سيادة العميد برأيك ما هو حجم التنافس الخفي اليوم بين روسيا وإيران على الأراضي السورية وهل بدأ فعليا بالظهور إلى العلن أم أننا في مرحلة ما قبل الظهور التنافس لا شك هو طبيعي عندما يكون هناك حرب أهلية كالتي نراها وهناك تدخلات أجنبية متعددة وبالتالي هناك حالة ميليشيوية على الأرض بغياب سلطة مركزية وبغياب الانتظام العام يعني الخلافات موجودة لها طابع لنقل طابع منافع لأن الخلافات ليس فقط على مداخل منطقة حميميم بل خلافات كذلك على المعابر التي تفصل بين مناطق النظام ومناطق فصائل المعارضة حيث يوجد هناك ممرات للبضائع وهناك جبايات غير شرعية إذن هذا الوضع الميليشيوي يخلق هذا النوع من الاقتتال لأسباب مالية كذلك لا يمكن إلا التركيز ووضع الضوء على هذه الخلافات التي أصبحت يعني لم تعن خلافات بين فصائل ميليشيوية والخلافات مادية وشخصية ولكن هناك دور إيراني أعربت روسيا أكثر من مرة أنها لا ترغب به وهي تضيق عليه وقد صرح أكثر من مرة مساعد وزير الخارجية الروسي بالقول نحن نعمل سوا في سوريا ولكننا لسنا حلفاء ويدرك الإيرانيون يعني ما مدى تمسك روسيا بالحفاظ على أمن إسرائيل وهناك كذلك من جهة أخرى نوع من العتب والنفور الروسي نتيجة عدم قيام الجيش الروسي باستعمال منظومات S-300 لتصدي أو لمنع الهجمات الإسرائيلية على القواعد الإيرانية إذن هناك أكثر من مبرر لهذا النفور نهيك كذلك أن هناك تمدد ميليشيوي يعني الإيرانيون يحاولون دائما تطويع شبان سوريين في الوحدات وفي الميليشيات الإيرانية وفي الوحدات العسكرية ولسيما الفرقة الرابعة كذلك هناك بالمقابل تطويع روسي لشبان سوريين في الفيلق الخامس وكذلك هناك كما رأينا في درعة كان الإيرانيون يمنعون الشبان من المعارضة ومجندين من المعارضة من الالتحاق بالفيلق الخامس والدخول ضمن مكان يسمى بالمصالحة لغاية الآن أنا أعتقد أنه الخلاف سيبقى يعني هو هناك أو الشيء واضح أن هناك نية روسية لعدم يعني لعدم استعاب الحالة الإيرانية التي أصبحت طبعا مرتفعة جدا في سوريا ولكن أعتقد أنه الخلاف الآن أو انفجار هذا الخلاف مؤجل ما طالما لم تأخذ التسوية السياسية مسارها لأن ربما تستططت روسيا تحاول أحيانا تحقيق نوع من التوازن بالميليشيات الإيرانية مقابل التحالف الأمريكي مع الأتراك ولكن هذا يعني فور الدخول بمفاوضات جدية أو عندما ترتسم ملامح العملية السياسية أعتقد أن هذا الخلاف سينفجر وسيظهر إلى العلن أكثر فأكثر أنتقل إلى ضيفي من بريس المحلل العسكري الأستاذ عبد الناصر العايد ورحب بك من جديد أستاذ عبد الناصر أين تتجلى برأيك مظاهر الخلاف حسكريا على الأرض؟ نعلم منذ البداية أن كان التدخل الروسي حسكريا كان من خلال الغطاء الجوي الذي وفرته بإعادة عدة مناطق أو معظمها أي روسيا إلى النظام كان مقتصر فقط على أشق سلاح الجو اليوم بدأت هناك على الأرض الفيلق الخامس الفيلق السادس ومجموعات أخرى موالية ومصالحات وبعض عناصر فصائل المصالحات وغيرها ولكن بالمقابل إيران أيضا لديها عشرات آلاف العناصر من ميليشيات مختلفة تتحكم أيضا بقرارات الجيش السوري النظام مهمش هل هذه المعادلة يمكن لنا أن نقول عنها أنها تنافس فعلي على الأرض أم كما يقول الطرفان الروسي والإيراني ضمن تصريحاتهم الدبلوماسية أننا ما زلنا حالفين وأنه لا خلافات بيننا لا في المضمون ولا في القشور مساء الخير أحمد لك ولضيوفك أهلا الحقيقة بدي اختلف مع كل الطرح الذي انطرح لا يوجد خلاف روسي إيراني المصالح الإيرانية الروسية الاستراتيجية تتعدى موضوع سوريا كما تعرفون جميعا يعني روسيا تشكل غطاء دولي لإيران منذ أكثر من 15 سنة وإيران حاجة استراتيجية لروسيا كأداة نفوذ في منطقة معقدة وكانت تهيمن عليها الولايات المتحدة منطقة الخليج وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ليس لدى روسيا أداة فعالة غير سواء إيران وتحالفها مع إيران ولكن أستاذ سعد الناصر ألا ترى أن هناك فرق بين الورقة الرابحة بيد روسيا أي إيران أو الأداة كما تصفها حضرتك وبين مفهوم حليفين بالحالة السورية هم شريكين لا نستطيع أن نقول حليفين في فارق كبير بالقوة لكن كل واحد منهم يعرف حدوده ويعرف أنه يجب أن يترك شيء للآخر ولا يمكنهم هذه التصادمة خليني كفي فكرة يا أحمد إذا سمحت لي أنا بشوف المشكلة الليبياناتهم مش صراع وهذه قصة الفرق الرابعة والفيلق الخامس بأعتقد أنه ممكن نحكي بتفاصيلها الآن ونأكد أنه هي مش مثل ما تم تصويرها لكن المشكلة الأساسية بينهم هي خلافة الرؤى يعني الروس يعتقدون أنه تأهيل سوريا المستقبلية هو بشكل جمهوريات الاتحاد السوفيات السابقة على شكل الشيشان وأبخازيا نظام شكلي شبه دولة رئيس كراكوز يعني تتحكم به كما تريد بينما الأسلوب الإيراني هو أسلوب الميليشيات أو الكيانات الموازية للدولة التي تلتهم الدولة مثل حالة العراق وحالة اليمن وحالة ابنان ويريدوا يكررها بسوريا هذا الخلاف بالرؤى هو اللي حوله صدام لكن أنه يحدث صدام عسكري على مستوى الفرق الرابعة مع الفرق الخامس هذا بأعتقد أنه غير دقيق وإذا بدك يعني أنا بحط معلومات تفصيلية للصراع اللي صار بشمال حما يوضح أنه المسألة مش بشبه هذا السياق أبدا طيب أنتقل إلى ضيفي في الستوديو ورحبه من جديد الدكتور باسل الحاج جاسم البحث في الشأن الروسي مرحبا بك دكتور باسل ما رأيك بما قاله الأستاذ عبد الناصر وهل بالفعل تقاطع الرؤى إن صح التعبير بين روسيا وإيران على الأراضي السورية لا يرقى إلى حجم تنافس أو صدام مباشر خاصة أننا وصلنا إلى نقطة بدأت على ما يبدو روسيا بتهميش إيران تدريجيا في المحافل الدولية مؤتمرات أستانا وغيره بغض النظر عن موضوع الاشتباك المباشر اليوم على الأرض في سوريا في الواقع أنا أود أن أذكر الكلام لكن بصيغة أخرى كل ما نراه اليوم بين موسكو وطهران سوريا هي مجرد اختلافات لا يمكن اعتبارها وصلت إلى مستوى خلاف يعني قد يبدو للمتابع أن العلاقة بين موسكو وطهران يمكن أن ترتقي إلى مستوى تحالف لكن لو نظرنا في تفاصيل الأمور حتى قبل ظهور الأزمة أو الملف السوري على السطح هناك الكثير من الاختلافات ولا أقول خلافات تحاول الدولتان بين الحين والآخر إخفاءها لكن بعض الأحيان يطفو شيء منها على السطح على سبيل المثال قبل عدة سنوات أرادت إيران اللجوء لمحكمة التحكيم الدولية لمقاضات موسكو بسبب عدم تسليمها صواريخ S-300 الإعلام الروسي وقتها شن حملة كبيرة على إيران ووصف هذه الخطوة بالعدائية طبعا لاحقا تم حل الموضوع بعد رفع العقوبات عن طهران لو عدنا إلى سوريا عملت كل من طهران وموسكو على حماية أو دفاع عن النظام في سوريا لحماية مصالحهما في هذا البلد إلا أن نظرة ورؤية كل منهما تختلف لسوريا ما بعد نهاية الحرب هذا من ناحية من ناحية أخرى لو رصدنا الاختلافات مرة أخرى ولا أقول الخلافات بين موسكو وطهران في الملف السوري تحديدا خلال سنوات خلينا نعطي أمثلة بالسياق العسكري بسياق ما يجري خاصة مؤتمرات أستانا المتلاحقة التي كانت في بدايتها تركز على حل الخلافات على المصالحات على مناطق خفض التصعيد والتوتر لماذا سعت روسيا إلى تحجيم إيران نوعا ما بدون إغفالها بشكل كامل بالضبط وهذا ما أردت تحدث عنه يعني عام 2015 مع بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا لو لاحظنا تراجع الطهران إلى مركز ثانوي أو حليف صامت لموسكو بعد أن فشلت طوال فترة تدخلها بحماية النظام أو تعديل موازين القوى على الأرض هذه أول نقطة اختلاف النقطة الثانية اتفاق حلب معروف أنه تم بين موسكو وأنقرة وحاولت طهران عرقلته بكل الوسائل لأنها أرادت حلا عسكريا في حلب تحديدا وحتى إدلب حتى سوتي سوتي هذه ظهرت مؤخرا لكن كانت ميليشيات إيران وميليشيات النظام على وشك شن عملية عسكرية في إدلب إلى أن تم توقيع اتفاق سوتي هذه قد نأتي إليها لاحقا لو ربطنا الموضوع بإخلاء البلدات إن كان الزبداني في قرب دمشق وفرية وفوعة بالضبط هذا يعني نقطة ربما تشير لمستقبل المنطقة بشكل عام لكن الخطوة الثانية عندما بدأت محادثات أسطنى يمكن ملاحظة أن إيران لم تدخل أو يتم إدخالها كطرف ضامن إلا بعد الجولة الثالثة هنا أستطيع القول هذا بسبب عشرات الآلاف الميليشيات التي تمتلكها طهران في الأرض السورية بدون دور إيراني أو تجاهلها يمكنها وضع العصي في عجلات أي تسوية سواء تركية روسية أو حتى روسية أمريكية لاحقا أيضا في إطار أسطنى مع بدء هذا المسار أرادت طهران إبعاد واشنطن نهائيا لكن موسكو أصرت على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية التي اكتفت بصفة المراقب هنا يمكن القول أن حتى المراقب الأخير لم يحتر أيضا في آخر أسطنى يعني حتى دور المراقب كان عبارة عن ربما للإطلاع على ما يجري صحيح أنها دخلت كطرف ضامن بشكل عام في إطار معرفة أسطنى اتفاق الغوطة تم توقيع أو درعة في الأصاحي الجنوب تم توقيعه في عمان وكانت الولايات المتحدة الأمريكية طرف ضامن عن المعارضة هناك الاتفاق بالشكل عام صيغة في إطار أسطنى إلا أنهم فضلوا أن يأخذوه في إطار جانبي أو بعيدا عن أسطنى اليوم ربما يمكن القول اليوم روسيا تسكت عن الضربات الإسرائيلية أيضا وأيضا روسيا هناك نوع من المحاولات كسب الولاءات ضمن جيش النظام وهذا يختلف عن سيناريو أو أسلوب أو استراتيجية لاعتماد على الميليشيات هنا وهناك هل بدأت بالفعل الخلافات وباختصار أرجوك كي نأخذ معنا الدكتور نبيل في الحقيقة ملف إسرائيل بدأت تطفؤ إلى السطح وبدأت مكشوفة هذه الخلافات أو هذا التنافس أما زال بالخفاء ملف إسرائيل ملف مختلف أو منفصل عن هذا الموضوع ليس عن الموضوع بشكل عام لكن سياقه مختلف تماما يعني كل التصريحات التي تصدر من موسكو أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية حتى في قمة هلسينكي اختصر الملف السوري كله بين الزعيمين من زاوية فقط أمن إسرائيل بما هو معلن نحن لا نعرف ماذا بحث الزعيمان بعيدا عن وسائل الإعلام لكن ما أود الإشارة إليه أن بتدخل موسكو وطهران في سوريا كما قلت لحماية مصاحل حماية وهذا تحقق لموسكو إلى حد كبير لهذا ربما كثر يعتبرون أن موسكو اليوم تريد أو بدأت الابتعاد عن طهران وهذا أعتقد من المبكر الحديث عنه طالما أن هناك معارك مؤجلة داخل الساحة السورية تبقى إيران والمتشاة التابعة لها كقوة برية لسلاح الجو الروسي طيب أنتقل إلى ضيفي من واشنطن الدكتور نبيل ميخايل أساد العلوم السياسية في جماعة جورج واشنطن أرحب بك من جديد دكتور نبيل هل بدأ يعني اللاعبون الكبار في سوريا إن صح التغبير كالولايات المتحدة الأمريكية وتركيا هل لديهم أي دور بتوسيع الخلاف اليوم بين روسيا أو التنافس بين روسيا وإيران وهل أيضا الشق الآخر من السؤال من وجهة نظرك وتحليلك ومراقبتك للأمور ما جرى بين بوتين وأردوغان في القمة الأخيرة هو تتم لما جرى بين بوتين وترامب في هيلسنكي بمعزل عن إيران تعال حضرتك وللسيدة الضيوف ومشاهدين المشاهدات فلاقي الخلافات الروسية الإيرانية ده موضوع في غاية الأهمية لكن لو عبرت عن وجهة نظر صادرة من واشنطن حقول إن إدارة ترامب ورئيس ترامب شخصيا حيرحبوا به وهناك العديد من الأشخاص سواء في الكونغرس سواء في مراكز الأبحاث حيرحبوا بأي خلاف إيراني روسي حول سوريا ربما أيضا يكون مشهد الحرب الأهلية اللبنانية مشابه لما يحدث الآن نذكر في منتصف السبعينيات القوات السورية دخلت لبنان وبيروت علشان فيه كان قتال ما بين ميليشيات الكتائب ومنظمة التحرير الفلسطينية والسوريين أخذوا صف الكتائب بعدها على طول بعد ما كان عندهم عدو مشترك الكتائب حربت القوات السورية والفترة طويلة ربما أتكرر هذا المشهد لكن مش بنفس السيناريو اللبناني العنيف الواضح الدموي حيبقى فيه نوع من تنظيم الصراع والخلافات ما بين موسكو وما بين تهران وأمريكا حتراقبه أولا هذا الخلاف على طول حيكون محاولة الاحتواء من الطرفين نظرا لأنهم طبعا ليهم مصالح مشتركة لكن حيكون لي تأثير كبير على أمريكا لأن حيؤدي إلى أمرين أولا التعجيل بالانسحاب الأمريكي العسكري من سوريا وأعتقد أن ترامب شخصيا قد يبرر أي خلافات روسية مع إيران لي أن يسرع بسحب قواته من سوريا الأمر الآخر هو ربما سيكون هناك دور أكبر لمخابرات الأمريكية وعمليات الاستطلاع عشان فعلا يعرفوا خبايا العلاقات ما بين تهران وما بين موسكو لكن أنا في الحياة السؤال الأخير أو الشق الأخير منه صعب لأنني لم أعرفش تفاصيل كتيرة الحديث ما بين بوتين وأردوغان كان حول شمال سوريا أما الحديث ما بين بوتين وترامب في هلسينكي وفي بيونس آيرس أثناء قمة الجي توينتي بيشمل أمور كثيرة بما فيها السوريا لكن النهاية أو المحصلة أعتقد أن سيكون في تنظيم لهذا الخلاف بحيث أنه لا يبدو علنا بحيث أنه يحفظ كرامة كل طرف لكن أتوقع أن أمريكا سترقبه وأمريكا ماضية في الانسحاب من سوريا وهذا التطور سواء خلاف أو اتفاق ما بين روسيا وإيران سيسرع بالانسحاب الأمريكي من سوريا ولكن الانسحاب الأمريكي يمكن أن يملأه فراغ ميليشيات كردية تركيا أيضا في بعض المناطق روسيا والنظام ولكن هل ستسمح الولايات المتحدة بعين نفوذ إيراني؟ ده يعني بالتعبير الأمريكي سؤال المليون دولار ده سؤال مهم جدا جدا ويحتاج إلى أكثر من حلقة المخشطة لكن يعني كرد عفوي سريع أقول لأ لأن في هذه الحالة أمريكا أيضا ستعبر عن مصالح إسرائيل فلا أعتقد أن سيكون هناك سماح لأمريكا وموفق أمريكية لأن تمد إيران نفوذها في سوريا زي ما قلت الطرفان الإيراني والروسي سينظمان خلافاتهما وهو أمر ستشاهد وتتابع واشنطن ربما يكون هناك تقليص كما أو عددا للقوات الإيرانية مع تكسيف نوعية الأسلحة التي تستعملها فالأمر يتوقع على المشاورات ما بين موسكو وطهران وحنشوف ما سيتم يعني طيب دكتور باسي لديك تعقيب تفضل بس بالدقيقة حول السؤال إذا ما كانت واشنطن ستسمح لإيران بملء الفراغ أو جزء من الفراغ بالضبط يعني بحسب كلام ترامب شخصيا هو قال أن هذه الميليشيات التي هي امتداد لحزب العمال الكردستاني تبيع جزء من النفط القليل لإيران بالإضافة لأول شيء خطر لهذه المجموعات الانفصالية تحدث عن ميليشيات كردية نعم من امتداد السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يطلق عليه اسم قسد وأول شيء خطر لها هو التوجه للنظام للتحاور صحيح يعني عمليا والنظام يعني بالضرورة إيران على الأرض بالضبط يعني عمليا الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حليف إيران على الأرض أن النتيجة يعني واحدة في النهاية بالضبط يعني أمر وارد جدا أن تملأ إيران جزء من الفراغ لأن الجزء الآخر سيكون من حصة تركيا تحت غطاء النظام طبعا وقوات النظام وجيش النظام بالتأكيد طيب سأعود إليك وباقي الضيوف الكرام ولكن يجب أن نتوقف مع فاصل قصير ونعود متابعة تحديث مشاهدين أبكما ترجمة نانسي قنقر